موسيقى 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 كمان جزء من رسالة الخطبة بتقولها لظلاب العلم البديون إن شاء الله يطلب العلم على أصوله ويبدأ والحمد لله النت بصراحة كثير قرب إليكم طريق العلم وستلاقي في النت كتباً كثيرة وأبحاثاً ودورات علمية وفي كل العلوم وتبدأ وإذا طبعاً تحصر علماء حقيقيين من لحم ودم وصلحاء ومتقنين لا تفرط بهم العالم يقصر لك طريق العلم أكثر بكثير بما توخده على نفسك بصراحة والعلم يثبت على التعلم والمدارسة ما لا يثبت على القراءة والاطلاع معروف هذا هذا أحسن بكثير وأولى بلا شك لكن ما هي جزء من رسالة الخطبة يا أخواني لماذا نرى العلماء اللهم يا رب أصلحنا كما أصلحتهم وقعد علينا من بركاتهم لماذا نرى أنهم متحابين متواضعين جداً لبعضهم كل واحد يرى أخوه أي علم صالح أقول لك شيء كبير كبير في العلم والصراح نسأل الله أنه يبركنا بيه ونرى ما حال أقول لك أنا مسكين أنا أنا ولا شيء وهذاك نفس الشي يقول لك أنا أنا ولا شيء ما هو التواضح هذا وما هو الصدق ويدل بعضهم على بعض ويمدح بعضهم بعضاً سهلة وعكسه أيضاً سهل أن يفهم لماذا تجد الشيخ وعلماء كل واحد ضد الثاني وإذا شاهد الثاني هذا أي شيء كذا حتى لو عنده أتبع كذا لا بد أن ينزل منه ويحاول يشكك فيه ويمكن يكفره ويمكن يطعم في دينه شيء غريب حرب شعواء وأنتم الآن ترى طبعاً الحالة العامة المنتشرة البيان واضح وسهل سهل جداً وقبل شوية أنا فرقت منه لو سرنا نحن عشرة إلى الله تبارك وتعالى وسرنا حقاً واغتربنا منه كل يوم عن يوم تصير أقرب بعون الله فعل العبادة والذكر والصدق والتوبة النصوح ما الذي يصير هنا؟ كما قلنا نفنا عن ذواتنا لا ترى حالنا ولا شيء همشي الرب لا إله هو كل شيء يصير جميل وبعدين هو حقيقة واحدة وأحدية ومطلقة حقيقة الحقائق هناك ارتياب هناك شك ونحن كنا سعاء وسلاك إليه ما الذي يصير؟ ما الذي يصير؟ ما الذي يصير؟ طبعاً نجتمع عليه حقيقة نجتمع لذلك هو أقال عز من قائل ومن أصدقهم الله خلا وألف بين قلوبهم لو أنفقت يا محمد ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم قال أنا الذي ألفت بينهم لماذا؟ هم سائرون إليه فطبعاً اجتمعوا عليه قال لك ورجلاني تحابا في الله اجتمعا عليه وافترق عليه من السبعة اللهم اجعل من هؤلاء السبعة شفتوا؟ إذن إذا صدق العالم وطالب العلم والقائل والسالك والعابد إذا صدق في طلبه وجه الله وابتغاء مرضات الله هو تلقائياً يجد نفسه متفقاً معه ومحباً لكل من سلاك طريق الله أبداً ويرى مثابتهم وحيثيتهم ويوقيرهم من حيث لا يرى نفسه وكل يفعل هذا بأخيه اليوم تحدثنا عن بعض مشايخ الشام وعن وراعهم وتقواهم وكرماتهم وأنوارهم الشيخ بدرديل حسن يكيد اسمعتوني مئات المرض يتحدث عنه ولا أمل لا أمل هذا الشيخ بالذات والله لو كل يوم أسمع عنه وأتكلم عنه والله لا أمل اسمه يحيي قلبي حد ما أذكر اسمه هكي بصير في عندي شيء في قلبي طيب وحسبك حسبك بأناس تحيى القلوب بذكرهم آمنت بالله هذا حق آمنت بالله هذا حق في صلحاء وأولياء في أمة محمد من يوم ما أتى رسول الله إلى اليوم لما يذكر اسمه القلب ينتعش بالإيمان وحسبك من أناس تموتوا القلوب بمرأهم لهم أهل المعصية والشهوات والفزق والفجور والشك والارتياب والدنيا بتشوفه بصير عندك قسوة عصوه في قلبك والعياذ بالله واحد مئة من مئة سنة ومن ألف سنة ومن ألف واثن سنة بتذكر اسمه تنزل دمحتك في شعار بدنك يا الله ما أعظم سره معناه ما أعظم كرمته على الله من هؤلاء بصراحة سيدنا ومولانا وسيد العالم بدن الديل حسني قدّس الله سره الرجل الصالح اليوم الأيام أحد تلاميذه يقول أنا وأنا ذهب إلى السوق في الشام قلت خلينا أمر عدار الحديث واللي فيها طبعا كان بدرس مولانا بدن الديل حسني عنده فيها غرفة وأشوف من بعون الله أقرب إلى الله وأعظم منزل عند الله الشيخ عبد الحكيم الأفغاني قدّس الله سره ولا شيخ بدر الديل حسن قال ذهب بهذه النية عالم واحد عالم برضو قال فلما وصل دار الحديث وجدت الشيخين رضي الله عنهما قد خرج كل منه من غرفته وأخفين بنتظروا عارفين وجايب النية هذه قل لي حدثني كل هذه قل لي هذا هذا سحر هذه شعبذة هذه طلاسم هذه لا سحر ولا شعبذة ولا إبليس يعرف هذا الملائكة لا تعرف هذا الملائكة لا تعرف ماذا في قلبك صح؟ فقط اللي بعرف اللي في قلبك ونيتك رب العالمين من وين عرف الشيخان الجيلان هذا؟ قال لك ما شيخ الشام الله عيد إله يا ربي أنسها وحدتها وأمنها واستقرارها وجميع بلد المسلمين خسار اللي صار حسبي الله نعم الوكيل قال وجدت الشيخان كل منهما واقفا بباب غرفته ويشيئ الآخر كل واحد يشيئه يقول له هو أعلى هو أسقط في يده لا إله إلا الله يعني يا أسياد نحن جينا وهذا في قلبي ورايح في الطريق بس أجت الني هذه طولعا بسره كوشفا بسره وجوابوه بالإشارة وكفي له الشيخ بدى الدينه يقول له لا هو أحسن مني الشيخ الأفغاني عبد الحكيم طبعا والشيخ عبد الحكيم يقول له لا هو أرفع مني شيء عجب شوف هذا مولانا بدى الدين الحسن هذا هذا عاش أكثر من ثمانين سنة هذا لم العلم يتفق مرة واحدة وحياته كل علم هذا كان لا ينام ما رأيكم كل من عاش معه يكتب هذا على فكرة كل العلماء الشام اليوم هم بالألوف كلهم من تلاميذ تلاميذ تلاميذه والإكبار فيهم من تلاميذ تلاميذه واللي ماتوا قبل عقود السنين من تلاميذه ما رأيك؟ كل علماء الشام تقريبا ما هو البرك؟ ما هو الرجل هذا المبارك؟ وهذا الرجل هذا لم يصلي بالناس إماما ولا مرة في حياته لا يرى ماذا يستحق أم واحد من المسلم؟ أبدا شيخ الإسلام حافظ الدنيا كان هذا شيخ بدل الدين ما شيء عجوبة ولا مرة صلى إماما دائماً يصلي مأموما ربما يأتاه في مجلسه وماذا مجلسه؟ كلهم علماء فقهاء جهابذة الرجل كان جهة بذن ليس فقط بدرس العلم هذه بدرس حتى العلوم العقلية شيخ اليوم الفاضل وسامة الرفاعي ابن مولانا عالم العقيدة الكبير والولي الصالح الجليل عبد الكريم الرفاعي قدس الله وزره عندما رأى الأزهر يأخذ إجازة عندما الأزهر قالوا لا مش هو عفوا لا 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 رأى حتى تلاميذه أعتقد الشيخ محمد عوض الله يرحمه رفي قريباً قالوا مستحيل إليك علاقة بالشيخ الرفاعي؟ قالوا هذه المسائل لا يمكن أن يجيب عنها إلا الشيخ عبد الكريم أو واحد من تلاميذه قالوا أنا تلميذه والشيخ عبد الكريم كان من تلميذ مولانا بدر الدي الحسني كان له معه مجلس أفرده به بين الظهر والعصر لم يشرك فيه غيره فقط للشيخ عبد الكريم كان صغير شاب صغير يقول الشيخ عبد الكريم يوم من الأيام وقال شيخنا وبحق لصة الشيخنا قال لك كان لا ينام يعني عمره منام هيك زينا على الفرشي مستحيل ينام وهو جالس عنده وسائل توضع له يتكي هيك ساعة ساعتين أبقوا مو خلاص وفي النهار لا يضع ظهر هو يعني على حالة لا يستند ويشكو علم كله علم قراءة وإقراءة والله معطيه الطاقة الجبار هذه شيء عجب يريدك منطق يريدك حساب يريدك هندسة يريدك جغرافيا غير علم الشريعة يريدك طب كبار أطباء الشام أسدها في الكليات أقسموا بالله قال لك كنا نجلس مجلسي إذا سنحت مسألة طبية يتكلم فيها بما نتعلم منه عشان ما كنا نعرفها أعجوبة الله فاتع عليه فتوحة الرهيبة منسة رسول الله حسني هو آية هذا أمه سيدة كريمة جهيرة من عائلة كبيرة عائشة الكزبري رحمة الله عليه أمه تقول لما وضعته كان شهر رمضان فراعني أن الطفل كان بعد الفجر إلى المغرب لا يأخذ الثدي فخشيت عليه سي موت ما هذا؟ طفل عمره أيام أبو قالت إذا أذن المغرب عشان تقول لي شوف كما يقول أولياء الله العباد نوعان مريد ومراد أو بلغة سيدنا ابن عطالله سكندري منهم من يسبق نوره عمله ومنهم من يسبق عمله نوره اللي يسبق نوره عمله هذا مثل الأنبياء يعني عيسى ابن يومين ثلاثة قالوا إني عبد الله آتاني الكتاب واجعلني نبيا واجعلني مبارعين ما كنت وأوسع ما شاء أنت عمرك يومين وبتكلم وقال لك أنا نبي و الله لجعلني طبعا الله جعلك ما أنت قطعة لحمة الله جعله الله خلقه وقال بده يكون نبي هذا خلاص في ناس الله خلقهم قالك هذا بده يكون ولي بده يكون شيخ الأولياء قطب الأولياء بده يكون هذا ولي كبير هيك الله ما حدا له يعترض ظلم الصحيح هتقول لي أنا ماذا هيك أنا وانا حتى وانا صغيرت وانا شاب مراهق تهوت وعملت ما يعمل في عندك فرصة تماما كل من الصنف الثاني الذي يسبق عمله نوره اجتهد اعمل تبقي الله توبة النصوحة اتعبد قم احفظ كذا زكي نفسك بالأعمال الصالحة بصير لك نور وبصير من أهل القرب بإذن الله تعالى الباب مفتوح وهذا شعن الله انت ما بتعترض ليش الله اختران بيا صح ولا ما تعترضش ليش اختار أولياء برضو في أولياء وهم صغر أولياء وهم صغر شيء عجب